اشتركوا في القناة فالاستماع الى حاكم المركزي رياض سلامي يشكل لحظة حاسمة والمواجهة التي كانت مقررة اليوم بينه وبين القاضية الفرنسية وتعتبر بمثابة ضربة قاضية لم تحصل واجلت الى الغد وذلك في ظل الارتطام اللبناني الكبير بعدما وجه الجنرال الاخضر طلقت المئة الف ليرة وما فوق الى رؤوس اللبنانيين وحكم عليهم اعداما ماليا جماعيا سياسيا يتوسم لبنان انفراجا من عملية ترسيم الحدود التبلوماسية بين السعودية وايران والتي شعرت عواصم المنطقة العربية بعدها بن شراح فيما ألم صدري باسرائيل وأصابها احتراء واذا كانت الصين قد نجحت في تعبيد طريق من حرير بين الرياض وتهران فان العين منذ يوم الجمعة الفائت على طريق قصر بعبدة الذي يضربه اليباس فهل تزرع الصين بذور الهدنة هناك لتنمو ولتزهر هنا رئيسا وهل صحيح ان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاطي قصد الفاتيكان للترويج لمرشحه الرئاسي الخفي ومن يكون ملفات كثيرة اطرحوها مع ضيفي العميد مصطفى حمدان وفي الحلقة مداخلة للصحافي والمحلل السياسي أمين أموري مساء الخير جنرال أهلا وسهلا فيك مساء الخير لك ولكم المشاهدين طبعا وما فينا إلا ما نبدأ من الأخبار الواردة من الجنوب آخر الأخبار ومما حصل هناك كيف تقرأ يعني كشف هذه العملية التي يبدو أنها حصلت الاثنين هيك عم بيقولوا لا يكشفها اليوم وشو أبعاد القصة يعني لا شك العملية اللي صارت فيها كتير علامة استفهام ولكن الأهم هو خلينا نقول هذا الضجيج الإعلامي المفاجئ مثل ما قالت بالتوقيت الخروج الإعلام الإسرائيلي العدو الإسرائيلي كل الخبريات اليوم سكرت بعض الظهر فجأة ومثل أنه انتظروا شو بده يسير وهذا الموضوع خلينا نكون بده شوي التروي ودق أو هدوء بالتقدير التقدير الاستراتيجي والتكتل العملية بالتقدير الاستراتيجي ما فينا نحطها إلا بخانة واحدة مش نحنا اللي عم نحطها الإعلام الإسرائيلي الإسرائيلي عم بحطها بخانة خروج نتنياهو من الجورة اللي واقع فيها الجورة الداخلية اللي لا شك أنا برأيي إذا استمرت وجوده فيها لفترة أطول معناه أنت بده تقطع له راسه وينتهي دوره السياسي بالداخل يعني لهالمستوى أهميته ليه أنا عم أقول قده مستوى أهمية هاي الموضوع الوجوده بالجورة نتنياهو وإنه فيها قطع راس لأله لأنه اللي بيكون مهدد بنت قطع راسه ويروح إلى الجنون ممكن يروح إلى الجنون ويعمل عملية عملية مجنونة هاي المحسوبة شوفني قبل ما فوقت عاصل هلا بتكت فيها خلال كبير هاي المسرحية هاي المسرحية اللي ما بدي أعطي تعالى الرواية هاي دي الرواية الرواية الإسرائيلي آآ فعلا بطل هاي دا اللي دخل من جنوب لجنوب وكذر بالجليل وصل إلى إلى هضاب الكرمل وما قبل الناصرة ما بعد بعد الناصرة على حدود مجده وحدود جنين لا شك إنه هاي دا سوبرمان يعني بالظرف اللي نفت زادة العملية ونحنا ما بعيد يكون مقاومة يعني أنا لا عم نفي ولا لأنه لا أملك المعلومة إذا كان مقاومة بس كما يبدو مصادر مصادر حزب الله عم تنفي هالآمر إنه من؟ مين؟ مصادر حزب الله ما في نقول مصادر حزب الله ما هيعلق بدق تونتون ما هيعلق حزب الله لا سلبا ولا إجابا إلا إذا بلش فرق الرصاص خلين نكون واضحين بس هاي دا تكتيا تكتيا فيها خلال كبير وإلا فيها مثل ما قلت لك سوبرمان يقدر يوصل ومش بس وصل مع عبوته الناس فيه مع عبوته الناس فيه ومع الحزام طبعه خرق كل هذا الواقع طب إذا روايه عم نقول إنه في عليها علمية شك هل ممكن يعني إنه تكون روايه مقصودة من إسرائيل لتوتير الأجواء لأنه عرفينا إنه منا مبسوطة ومنا راضي أبدا عن الاتفاق السعودي أخي دا هلأ مفوت عليها ما بدنا كمان نعمل هلأد منا مبسوطة خلينا شوي شوي نهدي مش متل مصاير عنا فعن الكل صرفه معلاش خليني بلش فيه الكل عنا صاروا المحللين سياسيين واستراتيجيين هني شمخاني وهني لعبيان السعودي وهني رئيسي وهني في منهم صاروا شي جنبينج هندين اللي عملوا الاختفاء يعني الليبنان عجيبة غريبة لنحكي بالموضوع خلينا نحطها بحجمة خروج نتنياهو من مأزكو ولكن بهاي الطريقة لا يملك أدلة سبتي يعني بتقلي مثلا صار فيه اشتباك نزل صاروخ بالمطلة روح مدنيين ممكن يتعاطف معه كل لأنا قلت أنت إسرائيل ككل الكيان الإسرائيلي لا لا أنا برأي بعد مقصوم القصة يعني تفاصيل العملية أنا عم بحكي من خلال الإعلام العدو الإسرائيلي عم بسمهم شون قال لحد هلأ في حماس بالعكس في ناس صاروا عم بيسبوه أنت كيف قلت بهذا الخارق العمني لذلك بعنا ببدايات ببدايات الموضوع الشي الأهم حتى نتنياهو هذا اللي بنقول للناس لأنه الداخل والخارج اللبناني بلشوا مدوا شو حيصير هايدي بتذكرني لما رفع علبة البنادول كولين باول بالأمم المتحدة وقال هايدي الكيماوي طبع صدام حسان بالعراق تتذكرها هايدي الصور طيب مثلا بس بهديك الوقت كان كولين باول قادر يعبد الغزو هلأ معطيات الحرب بطلت حرب زاوي يا تسويات كبرى يا حرب كبرى يا جنون أكبر حطها تحت هالخانية وخلينا نطول بالنا شوية طيب بالجنون الأكبر هل يمكن انه انزعاج إسرائيل من الاتفاق أن يدفعه إلى هذا الجنون نرجع للسؤال اللي طرحناه بغير طريقك لا نرجع للجد هاي في موضوع مهم خلينا نبلش فيه بدأت المعركة الطاحنة داحت والخبراء الغبراء الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين لأول مرة بالتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بتبلش المعركة تبعهم على رئاس جمهورية بكير إذن نحن بس يدخل الأمريكان بهذه المعركة بيصير المسرح للعالم كله وهلأ مسائبة أكتر أنه الأمريكان يعني الفريقين عندهم اهتمام بالخارج أكتر من الداخل إذن نلاحظ رغم عزمة الإفلاس والسير اللي دائري في أمريكا بقى من هون من هون فينا نقول أنه بهاي المرحلة لما يدخلوا على المعركة الجمهوريين والديمقراطيين بيصير قرارات الجنون الأكبر في العالم أخف وطأة يعني قبل بمرحلة كنت بقلك إسرائيل ممكن تجن بس هلأ إسرائيل ما عندها مطلق للحرية إنك جن لوحدة ليه لأنها مش قادرة من قادرة والأرى الأمريكي من مش قادرة مش لأنه أنا عم بعمل ويش فول سينكين إنه أنا وضع طالع عبالي والمش قادرة مش قادرة بالتقدير استراتيجي العام بمختلف مستويات المنطقة والدولة ويمكن أحد أحد المش قادرة هو هذا الواقع السعودي الجديد في كسر كسر هلا يمكن كسر يمكن ما كسر كمان لا أملك المعلومة في كسر حالة حتى ما نضرب بالكلام حالة التوافق الأمريكي السعودي بالقضايا الكبرى إنه يعطي الرعاية لاتفاق بهالمستوى الإقليمي للصين للصين هيده كمان أحد 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 الأمور العوامل الأساسية من زعجة ما من زعجة مأهورة ما مأهورة إسرائيل العدو الإسرائيل هذا موضوع تاني بس أحد العوامل اللي بتخلي العدو الإسرائيلي مش قادر يكون عنده حرية الحركة مثل ما بده هذا الاتفاق طعا خليني أرجع للواقع اللبناني لأنه بعدين رح يصين معنا كمان الصحافة أمين أموري رح نسأله بالتفصيل عندك شي بالواقع حول هذا عندك شي بالواقع ما عندك شي أنت عندك شي إيه لا ما في وقع لبناني يعني ما في وقع لبناني لما أنت تصير بين فالق زلزالي بين أطفال الأنابيب حتى ما سمعنا من قيادات كبرى سياسية وبين تجارب إنجاب لعننا بدنا نحكي بهذه اللغة إذا في أطفال الأنابيب في تجارب إنجاب لرئيس لبنان من قبل الوسائط الخمسية شوف ما الله مصيبه معينك فيه هادي نحنا اليوم بين فالق زلزالي بين ما اسموه أطفال الأنابيب وبين تجارب الإنجاب للعاقرين من سياسيين لبنانيين تجارب الإنجاب بس مش إني عم يضربوهن قبر من الخمسية تأرجع عطف الأنبوب بذعي أخطأ الرئيسنا به بذي في استعمال هذا المصطلح لا تعليق هلا ما لا تعليق خلي الناس تعليق والسياسي من ما قلت لق شوفت طفلا نبيب ما شوفت رح روح تجارب الأنجاب أعلم بلا تجارب الأنجاب أسطر من طب هونيك هل تعتبر حقيقة إنه في وصاية من الدول الخمس على لبنان أستاذ وليه شو وصاية دعوة سيب الإجرام فيه دعوة سيب من أشي لفة مثل ما بقول لهم مين اللي بيقدر ياخد قراره باللبنان لو بياخد قراره كان إيجا قال أنا بدي ينتقي برأيه مش مش هو صاية دعوة أنا مسؤول عن اللي عم بيحكيه وهن بيعرفوا كلهم دعوة سيب يعني دعوة سيب للسياسيين لكل الطبقة السياسية لكل مش طبقة السياسية كمان كونستير للطغمة للعصابة المذهبية الطائفية اللي حاكم البلد هلأ كانتونات اللي فيه حدا ينطع كانتونات تاني مهما بلغ من قوة مهما بلغ من قوة فيه نطع الكالتون التاني طب هدى هلا بعدين هون خلينا نقل تفاض بعدين شو بيينغموها بالعقل الفز السياسي اللبناني مصلحة البلد مصلحة العليا أي مصلحة عليا والمصلحة البلد والوطن إنه نحن عم نشتغل هاي أي وطن وأي بلد خليته أي أجيال ربيته أي أجيال الوحف فرجوا الأرض يلي عايش ببرجو العاجي نزال تفرج الأرض هايدي نحن نحن بدنا 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 تجنيد إجباري هلا بيقولولي أنت عم عم تحكي من هذ مش بس حكم دكتاتوري عادة يعني كان يقولوا حتى نا صحيح بده حكم دكتاتوري عادة تجنيد إجباري كنت قول سنتين ثلاثة سنين كمان بيظل الدعوة سل بده إسألك عن الدعوة سي أول شي يعني إذا بده يسلم معك بالدعوة سي لا هالدول الخمس بده دعوة الطبقة السياسية أو الطغمة السياسية مدام ما عنده بدائل ما في بدائل ممشان ها الأمريكان بلنا نفرض عقوبات بتنقيلهم اثنين ثلاثة بتزد ثلاثة لك هالخبرية عقوبات لك ملة بهدلة بلنا نفرض عقوبات الفرنسوية هيدا باكرون اللي الله يساعده مش عارف حاله وين الله حاطه روح يتفرج شو طير ببلده دكتروه من أفريقيا ما باع عنده أكل روح ينضبه ده باكرون كل شوي بدي أفرض عقوبات وين العقوبات من لما إيجي عمار فق بيروت وأكل البيضة بعدين بضيطه بفرنسا وين أي عقوبات ما عم يفرض عقوبات متل ما قلت صاح ما عندهم غيره انه اللي بضاع المعفنة انه شو البديل يعني اللي نفط ارد عم بتعصد ملا يعمل لكم بس شو البديل ما فيه اجي لك أنا فيه بديل هلا أنا بطرح بعدين شو البديل بس هلا هن اللي ما هن مشغلينهم بعدين استاذ وليد هيدا شو بيقولوا كان يقولوا في رمز ومدر شو رمزية السياسة اللبنانية كيدان أردن أردن الذي يعطي يأمر وكلهم هون بس يصير ليت دولارك مئة ألف لبناني معناتك كلهم قابضين كلهم قابضين وبعدين من فتلك وساكتين طي قلت عن قضية الدكتاتور العادل كمان يقال انه من الاشكاليات اللبنانية انه أكيد هيدا النظام منه زابط بالتراضي وبالتوافق ومن قضي أوقات ست سبعة شهر أو أوقات سنة تنعمل حكومة بالمؤابة الدكتاتور العادل كمان يقال صعب أن يتحقق في لبنان إذا جبت دكتاتور مسيحي ينطفض الآخر إذا جبت دكتاتور سنة الشيعي لا يرضى دكتاتور شيعي لا يرضى السنة والمسيحيون بالتالي كمان بهالنظرية ها عندك إشكالية بيقبل الشعب اللبناني نعم بيقبل الشعب اللبناني عن أي وطن عم نحي ما بقى تقوله في شعب لبناني وفي شعب شيعي في شعب سني مثل عم تقول ما بيقبل ريز خلينا كتير يكون واقعيين لأنه بيكفي كذب كذب على الناس اللي عم تقوله صح بس أنا لا بس لأنه كثرة الحكي والأكبر انا مع الطايف مع أنه كنت تفضيل مع بقاء الطايف مع مع أي طايف بيخلوا طايف اللي حملوا الطايف وين مع أي طايف بس أنا مع الطايف إن شاء الله أقوله أنا ضد الطايف بتقوم لي اللي مع الطايف خيئ أنا مع الطايف وأنا رح أقبل بالكذب الكبيري تابعكم لأنه الطايف ما تطبق لأنه ما نفذه أبلان أو ما نجح لأنه ما تطبق قبلان بهذه تابعكم وأنا ضد المثالثة لأن المثالثة ساعتها روحوا على الدواء مش بيقولوا على الدواء على المزاوش والمعاشرة والعشق والتعشيق أنا ضد المثالثة حتى ما أحدا يقل لي وضد المؤتمر التأسيسي ما أحدا يزيد علي أنا إذا بدي أرجع لمصطفى حمدان لأسديت أنا مع طايفتي حتى ما أحدا هذه المرة عملونا أنه حربنا العالم من وراك والد أنا مع طايفتي نعم ونحن منعد بالحال أنه أهل السنة أهل الأمة حتى ما أحدا يزيد خلينا نرجع للواقع بس ما فهمنا أنت مع الطائف أو مع طائفتك أنا يما مع اثنين مع الطائف مع الطائف هو تكريس للطوائف شو هو شو هو الطائف أوكي أنت مع اثنين سرأقولكم سرأقولكم ما لس لك سرنا عم نحكي نحن وياك موراني سرأقولكم صلاحيات رئيس الجمهورية بهدلو بهدلو رئيس الجمهورية وأول قال رئيس الحكومة تبين رئيس الحكومة ما قوة قوة فيدرالية الوزراء اللي بمسلو الطواف المزالي ما هي أساسا عطي الحكومة مجتمعة وما عطي رئيس ما تنفذت مجتمعة صار كل واحد وزير إذا زفت طريق وزير الأشغال بتشوف أو بزغرتها أو بجنوب أو بكسروان ببيع على لريس الطائفة تبعه بنظل نكذب عن الناس لذلك خلينا نفو تلع بالموضوع التوصيف كما هو وبعدين بنحك زبنان نقالوا وما حدا أنا لبدي رئيس جمهورية يرضى علي ما فيه اللي أقول نحنا جمهورية بلارات وهيدي تسجل على مسيحية لبنان اللي بمسل مسيحية المسيحة أنتو مسؤولين ما تردوا أنه هيدا رئيس كل الوطن ما تردوا على هذه الخبرية هيدا هيدا لبنان شاء من شاء وعبا من عبا مركزيته الواقع المسيحي بتقعدوا بتكذبوا مثل تربعكم لما كانت تقولوا أنه الطائفة المارونية الحاكمة بتركدوا عند الرئيس الجمهورية لو بنكن يعمل رئيس وزارة كلكم كلكم أنا بعرف لأنه نعيشتها ما تتكذبوا لبنان لشانك أنا مني عايز لا بدي حدا يعطيني وزارة من مني شي بس أنا بدي أحكي كمواطن حياة الوضع مركزية أو الارتكاز الأساسي للوطن اللبناني على مين على الواقع المسيحي وعساس بتجي هالطوايف كلها وبتتحاد وبتعمل الوطن هلأ بعد تقرنه ما أعرف قديه مئة سنة ومدرد مئة سنة على لبنان تبين بللينا ملزقين تلزيح وإجا الطائب حتى يزيد بالتلزيح أنه مشي لهو من هذا وضعفوا الواقع المسيحي عبر ثلاث أقانيم رئيس جمهورية قائد الجيش وحاكم البنك المركز لدرجة تجرع أحد رؤساء وزراء لبنان اللي حطينه هلأ هاك برداية تجرع وزع الإحصاء ومغلوط نقمتين رئيس وزراء لبنان الحريص على لبنان وتجرع مش لأنه متعصب بس متعصب ماليا اقتصاديا عم يتخبى ورا تجرع يقول أدي عدد المسيحيين في لبنان وهيدي مش جريم طبرة من رئيس وزارة مرتكب زلي منه خطأ زلي شو هتزلي هيدا رئيس وزارة شو أنا وياك عم نتحدث بالقاوي هدا رئيس وزارة بذنان أوكي بس برأي قطأ مقصود ياما غير مقصود لا مقصود مقصود ولكن بالمسلسل اللي عايشينه واللي عم مصله مقصود ونص شو هدفه منه هدفه منه لأنه نحن هلأ تحت إرهاص شو رئيس تحت إرهاص شو السنة دعم الشيعي حاكمين البلد والمروني رئيس قاعد عم بيغني علي الله عم يفتشوا على اسم على من 12 ومن 11 ومن أي شين هدا واقع البلد ولا لا هيخييرلي أنا محل المئاتي بلتزم حتى لو شو ما كان بلتزم وما بحكم هيدا مش لقلك المركز لا بقعد مجلس دفاع ولا بعمل شي حتى ما يخرب البلد وبيسموه استمرارية المرفق العام المرفق العام طاعد شو لا قلت أنه أي مرفق عام لا قلت أنه أي مرفق عام هم سرقتو المؤسسات العام أي مؤسسات مؤسسات الدولي جمهورية بقى رأس أول شي مؤسس الدولي أنا بارك بقليش مؤسس جمهوري أبدا أبدا وكلكم كذبين طيح وكلكم رايحين عالكنتني وكلكم ناطرين ناطرين شو بدو يصير بعدين طيح البردية هل تعتبر انه رئيس الحكومة نجيب ميقاطي هو بردية؟ انا اللي بعتبر نعم بسأله بسأله لما يجيبوه انا هاي بناظرها عبكة انا ما بصعم بالسياسية لما يجيبوه شو اسموه هادا نائب رئيس مجلس النواب ابو صعب الناس ابو صعب عايزينه مشان هوكشتاين لما يجيبوه 65 صوت ويجيبوه رئيس حكومة لبنان بأربعة وخمسين صوت هدا شو بيكون وبمرحلة بتها المرحلة بالمرحلة السابقة اللي كنا عم نعيشها انا بكون عم بحكي لا بس ها الديمقراطية جنرال طيب بس بردية لمين دايما البردية بترد عن حدا نجيب مئاتي بردية لمين الاول شي بردية للجهة الاقوى هلا بالساحة واللي هادي اللي هني السنية الشيء يعني خلينا نكون واضحين مين حاكم هلا البلد ها انا قد نكذب ع بعض بدك تكذب عده اياك لا 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 في سنية اشياء قوي بتمسك بالماكن هلا بدو يعمل حاله هلا مثل فارس سعاد بعمل حاله انه قائد الامة يصطفل بس هلا قد تحقق طيب فارس سعاد بيحكي انه بالمفاهيم بس انه بس بس بالواقع الحالي انا محلون ما باوض بيشتغل لانه عم بتكذبوا لا مرفق عام ماشي ولا استمرارية حكم ولا ادارة حكم انه شو بديو يصير اذرا من هان انه شو بديو انظهر ما كل يوم في اشتباك بقال بيروت برسال بين الحشيشة اللي فرضين فرضين على ادخن شنب بالبلد ادخن شنب بالبلد فرضين عليه انه نحنا من اوث انت ما بدنا وننطلع من هدا وما احدا بيحكي معنا مكذب؟ مين حشيشة يعني؟ شو؟ مين؟ كل اللي بالشوارع فيه فيه اوكار مش بس ببقالبك لاب بيروت ما فيه طيب مين هدا؟ مين عم بيحكي فيهم؟ وين؟ الاجهزة الامنية يعطيها العافية عم تشتل شغلة والجيش عم يشتل بس بقت ما بقى شو صاير؟ بتقل لي بعد فيه مرفق عام المرفق العام الاساسي يا لبنانيين روح احرق الدوليب وسكر طرقات وروح اع بيوتهم هلا هني مرتحين انه ما حدا عم بقرب عايتنا عمين مسيجينا بتخبر عيد جامورية لبنانيين او قلت انه المسيحيين حطيت مسئولية قبل كم بدي اسألك؟ جيك هدا مش خارج الطائف انا يا خي مصطفى حندان فيلسوف مواطن لبناني عندي رؤية كيف لازم يسير الحال بالبلد بتقبلوا وبتقبلوا 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 بعدين ايا كرامة وايا سيادة وايا دولة مدنية احنا بيعجبوني بس يحكوا بالدولة المدنية في عندي ايك نكتة سمعت اليوم حلو كتير بس اعب احكيها عالهول بعدين عنا وياك بخبرك ايها انه كلنا عم يحكي بالفساد والفساد طيب مين الفاسد؟ ودولة مدنية اي دولة مدنية؟ في دولة وطنية في دولة وطنية طيب حكيت بس لا قبل 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 في مقطة اهم لا فرجيهم انه هول الكذبين وانوصلنا في شرف واخلاف وقيمة وشو بدك؟ يعني ما بدي بيقبل عكرامته انا ما قبلين عكرامتي مع انو بعرف الاسباب اللي قدت بقائد الجيش الى هالتصرف يفوت العسكري عن ضبط الادارة يقول له هاي مئة دولار من امير قطر او من ما اعرف هاي اللي بسمينا اليو ان ديك بي او من دمينا لك وين صرته في عند حدا عنده شرف بعد عن ضبط الادارة مش انو هيدا العسكري اللي عم بيضحي بيروحوا اللي فات ع اساس الدم يحمل بلد بتجي بتقله ما انا مش ضد الاجراء نا اكيد ما فيك بس بعد في حدا عنده شرف وصيادة ودول ومدرشو مؤسسات خلاص خلصت خلصت ما حدا يكذب طب حكيت عن رئاسة الجمهورية قلت انو بالنتيجة راحت الصلاحيات وعم بتقول هلا الدولة ما بتركب الا برأي جمهور بس انو مدام هذا الشخص او هذا الموقع بلا صلاحيات لشولة كان ضروري انو تبني النظام مهان بنوقع بالقبريت انجاب الرؤساء كل هول الاسماء اللي عم تمترخ 11 و 12 و 15 عشيات و مدري قدي اذا بدك تجيب واحد منه هلا لا في منهم انا باحترامهم لانو مش من النادي ندخلينهم لغمين فيهم اللوايح مثل ما بيقولوا لغمين اللوايح لغمين الليستا لغمين الليستا فيهم هال اذا بدك تجيبوا ومين بدو يجيبوا مثل ما عملك تجارب انجاب الرؤساء شو بدو ينغيروا بالبنام بدو يضلوا يحافظوا على نفس المصار صحيح اذا ورح اعطيك اقل يعني هيدا كله هلا عم بيجر بعض الحكة قال شو بدو يعملوا انتخابات بلدية وما في رئيس جمهورية مين بدو يمضي المرسوم مش السنة انا بدي احكيها هيك نجيب مئاتي بيوم ضي يعيني كنا بالكنتونيات تقسمنا بالمقاطعات مثل ايام القطاع بفرنسا يا عمي وين رايحين الاخطر وهون بتوجه لجبران باسيل لا عمالك شوي عمالك نحنا انا ما تعرف رايح تقدم مشروع تقسيم بلدية بيروت انا بدي زيت سنية فشرت لكن هو بيقول انه حال يقول مش هو اللي بيقرر بس تروح انت عنده كتلة نيابية انت بتحكي وطني بمحال ومدري وعم بتحكي بالوطني وبالآخر بتروح بدك تقدم مشروع مشروع تقسيم بلدية بيروت قوم راح شوف الخطر الاساسي من وين جاية من وين جاية عم بيلعبوك عالشاكر بكر رفقاتك مين اللي عم بيلعبوه كله عم بيلعبوه وهو وقع حاله انا بتعرف ما كنت لا ضده ولا معه بعيدة المواضيع بس لما تروح نحنا مبنى قصمة اه بريس مقصمة مع اياسات اه اساس من ضع في محل بيلعبوك وفي محل بيدخنوا محل بيدخنوا تقسمه مسيحي مسلم انه المسلم الحرامي معنى اشو انا هلا بدي احكي مع انه انا مش هيك انا بحكي وطنيا انه المسلم الحرامي والمسيحي مش حرامي بقى تقسمه من خبرك الخبرية بدك تجيب الملفات جيب كل الملفات وبدك يقولك انه في رجال دين مورطين باسماء داخل البلدية من المسيحية ومن الاسلام كلهم سوا ابدا بالارقام جي هلا تضرب لي ضربة كرمال تعمل لي مزيدات طائفية ما هيطلع لك شي منهم شوف شو عملوا بعمك عب كلهم عملوا اللي قالوا له انت بدك تمشي قدامنا نهبوا البلد وخبطوا اطبعا عكل حال مدام وصلنا لهون يعني عم نحكي عن ملف رئيس الجمهورية ناخد فصل اعلاني اول ومنفتح معك هايدي الليستة يلي حكيت عنا ومنحكي عن المعركة بالتبصيح موسيقى قبل ما افتح معك الملف الرئيسة اجا كتير اتصالات فيما يتعلق ببلدية بيرون عم بيقولوا انه ما الضمانة للمسيحيين يعني اذا جاوزوا المسلمون السنة قصة احترام العددية واحترام والامر يلي كرسوا بشكل او باخر الرئيسة في الحرير شو بيضمن اذا للمسيحيين انه استمرارهم كنص اعضاء بلدية بيرون نحن ملنا قاعدين بفيجي بالمحيط البيروت اللي عم بيصور بيروت جزيرة منعزلة بيكون كتير غلطان كتير غلطان الضمانة انه وطنية اهل بيروت المسلمين كانت كل عمرة حريصة صحيح الرئيس الحريري كرسة بس كانت حريصة كيف كانت تظبط بالاول ليه هلا عم نخترع هايدي الحركات نحن ملنا فيجي بيروت ابدا بيروت جزء من وطن هايدي عاصمة لبنان عاصمة لبنان اذا خايفان عمره ما يكون في بلد وعمره ما يكون في وطن اذا ما كانوا حريصين الاسلام على مسيحية يعني برأيك انه لازم تتكذس متل ما انه هلأ عرفا يعني ان تبقى بمثابة عرفا هلا بتجي بتقلي مثلا العلاقة بين المحافظ ورئيس البلدية تتحدد ممكن اقبل بمحلات بس مش تقلي انه لانه المسيحية خايفانين من الاسلام هاي اذا كمة الحكي المشبوه اللي عم بعصم لبنان للكنتونات واللي عم يضرب لبنان اذا بدك تفوت ع بيروت بهذا الشكل ومعناه طبعا عمره ما يكون في بلد برأيك جبران باسيل يطمح الى الكنتونات والى التقسيم مدام عم بتحكي هيك مدام عم بتحكي انا ما تشغلت قيم حدا هو باشغال انا ساعة البدك بتقيم اذا في واقع بايدي بحكي فيه اذا ما في واقع بعدان بانان حكيوا بهذا ليه ما بيحكوا عن الفساد والافساد ان حكيوا اه شو ان نفتح بفتح لك على اسماء اللي عم يسرقوا كانوا ان حكيوا عنهم شركاء شركاء لأ وجراء كلهم كانوا الفساد والافساد من اي طرف سياسي الفساد والافساد ما قالوا دين في دولار لونه اخضر ما يتكذبوا بس تيجي تقسم البلد هلأ بيروت عاصمة لبنان بعد ما ما اهترى فجرت الله وضع الاقتصادي بالهايد بالسانتوفيد بالبار اي 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 بلش قبل قبل اي 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 بلشت قبل بجيه هلأ تقول بدي اقسمها بعدين اخيه اذا كتير حاسسن انه انا بقبل اقسمها مشان تحافظه رح رح معهم يحافظوا على الوجود مع انه انا ضد هذا الموضوع لانه هن اذا الانسان ما حافظ ما هيحافظ عشيه مثل ما شفت وانسرنا صحيح وهذا ليحافظ هذا العنون اختراعه اختراعه هذا عنون الاستنساب المستنسب الشيعي والمستنسب السنة والمستنسب الدرزي والمستنسب المسيحي حافظ على الوجود المسيحي حافظ على قاسة الجمهورية ما شفت شو عمله فيك المسيحية اكتر من الاسلام عشان تخبر اصبعكم. الموضوع مش موضوع هلا. موضوع بناء وطن. بدك تقسم خوفين على المسيحيين اللي انا. انت بتعرف انا ملكي مسيحي. مهدين زايد وروحوا حلو عنا بعيد اللعبة تبعكم. انتم عم بتزايد وانكم حرامية مزاهب وطواف. نحن مش هيك. اصموها. انا بقبل اصموها متل شو بيقولوله بالضواحي بيريس. ايه. اصموها عدد مسلم عدد مسيحي زبطوها. بقبلها. بس ما تقول انا بدي اقسم الاشرفيه. بدي اقسم الاشرفيه عن بيروت الغربية. طيب. خلنا انت المعركة رئاسة الجمهورية. نعم. اليوم. حكيت عن ليستة. يعني الليستة الموجودة. وطبعا في اسماء صار تقريبا عشر اسماء او 11 اسم. برأيك بين هذه الاسماء. يلي ورد فيها الجميع. مين الاكثر حظا في ظل المرحل اللي اضاهني. قبل بنوصل الى 12. بهولي ال 11 و 12. في بلد بالعالم. بيقولون اذا بتنتخبوني بيقول لكم شو بدي اعمل برئيس الجمهورية. مش هو هالنفاق هذا بهالبلد. ترشع. لانه الدستور ما الزموا انه يترشع. انه في فوتوا النواب. ينتخبوا بدون ما يترشع. معقول. هذا بلد هيدا. ولو هيك وصلنا لهون. متل لما عملوا الدوحة. وجيبوا اسوأ رئيس جمهورية ميشيل سليمات. ايش. ميشيل سليمات اسوأ رئيس جمهورية. شواز اخلاقي ووطني. هذا شو بلنا في ملنا. مش من خالب نسل. اكيد. كل ما نعانيه من اتفاق الدوحة وما جيب ميشيل سليمات. هو عمل اتفاق الدوحة او جميع الافريقاء اللبنانية. والتركيبة اقليمية. جابوه خيار. لما بدي فوت انا احكا. خيار بين السيء والاسوأ. اجا. ما كان الاسوأ. في كتير كان اسوأ اسوأ. بس بعطي يقال انه كان الخيار بينه. يعني حقيقة. وبين رئيس العماد ميشيل هون. ام ام جيبه. جيبه. مش لانه اسوأ العماد. انا بقول. لا لا انا بكمل معك. انا لو اجا العماد. لا كان في اسماء تاني. العماد عام خليني اقول لك من الدوحة. لو اجا من الدوحة كانت الامور مختلفة. انا انا اكيد. لو بوقتها اجا. بوقتها اجا. بس هنه مش ما هو الاسوأ. هو كان الاحسن. كان في نس اسوأ بكتير منه. اه هيدي تنوضح. هل كان الاسوأ يلي. انا انا حقيقة بالاعلان. لو اجا الرئيس عام بوقتها. كان اكيد. كان اكيد مختلف الوضع. طب هدا انت. بس خليني خليني يوصل لنقطة. ياه. لانه. بدهم يضلوا لحكم متل ما هو. يركبوا الفيلم و جابه السيد. هم. و ما هيجيبوا. و اذا ضلوا هنه. لو وصلك. اذا ضلوا هنه. الهم. الهم صلاحية. تل. يقبوا راسهم من الدعوسة. هم. اللي عم يدعسون ياه. الخمسية. اذا سمحوا لهم. راح يجيبوا اسوأ بكتير. و راح يضلوا البلد على اسوأ. هم. طب. طب. حدا. حدا بيقول. بالعالم. متل ما عم بتقول. انه لانه مجلس النياب. طب مجلس النياب ما قال. ما حدا عنده حس. وطني. اخلاقي. اه. سياسي. ذات زوقية. يقول انا. بلا في منو عامل يعني. مثلا انا كل واحد رشع حاله. بالزمنات. و قال انا هكي الترشيح تبعي. عفاه. انا بدي اعمل. بس هلا ثلاثة ربائع عم يتغنجوا. هم. تنتخبوني. بقلكون شو بعمل. روح ترشع. و قلنا شو بكتعمل يا حبيبي. هم. لأ بكرة وبعد بكرة. و انا اذا اذا جبت الاسوات لك ملا. ملا سوق خاصة. ملا سوق خاصة وسوق عبيد. عم يدخلوا اللبنانية فيه. بس وين المشكلة. حقا اللبنانية. ما تقلي. بس هيدا من الاستقلال هيدا موجود يعني. هيدا طريقة الانتخاب. كانت من الاستقلال الى اليوم. واجه رؤسة كتير مهمين. انطراء من على المبدأ هيدا. بس وين وصلنا. بعد فيه استقلال. بعد فيه بلات. انا مع ابن كلها. بس بعد فيه بلات. طي. خليني انتقل الى العالم. لذلك لأ بس نقطة مهمة. اه. مشان هيك باللايحة. فيه اثنان ثلاثة مناحة. مين اني. ما فيه نقلك اسمعهم. حتى. العماد جوزيف عون. ما مرشح حاله. طيب. ان كلهم مرشحين حاله. لأ بس انا. حتى هو ما قال. عليك بيلمحه. بس العماد جوزيف عون مرشح حاله. طيب. الوزير السابق سمافر جي. انا بلاقي. يعني. انا ما انو مرشح لأيه. كمواطن. لاي ما انو مرشحك لأيه. ما بيمسل طموحاتك. طب. عظيم ما بيمسل لك طموحاتك. انا كمواطن. اي. مين بيمسل لك طموحاتك. فيه كم اسم منه. مين. حتى مثلا انا كتير حن على التربية العسكرية والقيم والاخلاق العسكرية. يعني مثلا. العميد جوزهوري. العميد جوزهوري لاش لا. وكل العالم بتعرفه. مع انو انا ما بد. مش مش. انا لا بقدم لا بقدم. لانو حتى ما يقولوا لي انت شو بيتطلع منك. انا عم بيحكى مواطن لبناني. بس العميد جوزهوري. زو اخلاق. زو قيم. وبالممارس يبين. هيدا مثلا. لحن لك شغلي. من ايارات لهون. ايار. يعني. ما بعد. مثل ما احنا تحت ارهصات. الانتخابات الامريكية. تحت ارهصات. يا تسويات كبرى. يا جنون اكبر. من ايارات مش خط سابت. بس من ايارات. وبالمجي لهون. شايف كل الاسماء اللي عم تنطرح. مش ال. اكيد اللي ستا. لطلعك فيها اسماء لما بعد ايار. ومن بينهم العميد جوزه. بس. كل الاسماء الجدية اللي عم بقوله. وشدوا عليهم. وستين صوتوا. واربع وستين صوتوا. بنضرب كم هون. بنضرب كم هون. ولأ هيدالك. كلهم رايحين مع هالمرحلة. غدا منك. رايحين مع هالمرحلة. هلأ ما في انتخابات رئيسي. لا اي متى في انتخابات. لما في انتخابات. ما يبلش. التجربة تنجح. اللقاح تبعد. انجاب رئيسي مهورية باللبنان تنجح على المستوى الاقليمي والدولي. ما بعد ما ما. ما عم يركب معهم الدواء. يعني من بعد ايار. بعد ايار مش خط سابت. اي. يعني. وقبل الصيف. بعض بيقوله انه بعد ايار وقبل الصيف. عادي بدك تسأل الجهاب اللي عنا. جهاب التحليل. استراتيجي. انا عم قول. كل هول الاسماء اللي مطرحت. رايحة. طي. انت. يوم اي يوم. لا. تقريبا بسوريا. يعني. انه دايما بتلع على سوريا. وسلمان فرنجية خطه استراتيجي. معروف. انه. مع سوريا. وتحديدا. مع سوريا الاسر. لاي بتشوف انه. سلمان فرنجية. لا يمثلك. لا هي القصة مع سوريا تتعلق بالواقع القومي. العروبة. هلا يمكن هو بياخد عشرة على عشرة فيه. بس هو جزء من منظومة الحكم اللي كانت. شو بدي يعطيني. انا كمواطن عم بحكة. اه. هلا اتوضحت. يعني انت بدك رئيس. بدي. يجي. من خارج المنظومة. في. سلاء البلد. نقود نفتح ملفات. ما بدي نفتح ملفات. انا سلاء البلد. حمي رياض سلامة. كلهم. اصحى اصدقاء. هذا اللي بقول انا ضده. انا تحت انتو حمي رياض سلامة. وفساده واللي بوصلنا. لا له. هلا بيحكي عن السياد. هلا بنمر عليك. مشان هيك. بالقوم يمكن احسن واحد. بس انا. بالداخل بدي فساده. افساده بدي اذني رجع. انه. تأخذ عليه انه هو جزء من هذه المنظومة. ما حدا يبرع حاله. هيدا الاساس. بعدين. بالنسبة لسوريا. انا يعني ما بيحكي باسمها. متعرف. مش شغلتي. لا بس بيجمعك هالخط هيدا. بيجمعني. بالعكس. خط اساسي. انا تأديري. وما هكي. ملامح اللي بعرفها. سوريا لانت تدخل في انتخابات الرئاسية الجمهورية. اكيد. رح كمل معك. بس خان نتقل الى. الاستاذ امين اموري. بس او عفوا مع التحية للحبيب والرفيق. اه. توريا عاملة هاك بالنسبة حتى نكون دقيقة. شو عاملة? عاملة هاك. نطنل شي? لا بارمي وجهة بس عم تطلق. اه. حتى نكون دقيقة. اوكي. 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 استاذ امين مساء الخير. مساء الخير. لألك وللعمين. كيف كنت? نحكى. حتى بخير الله. بدنا نسألك طبعا انطلاقا من هالاتفاق يلي حصل الاتفاق. السعودي الايراني. برعاية صينية. الى اي حد تعتبر انه هذا الاتفاق هو رح يستكمل حقيقة. لانه البعض بيقوله يمكن اجا بلحظة اقليمية. اصد كل طرف منه انه يربح وقت بانتظار متغيرات ما. لا ابدا ابدا. العالم عم يتغير فعلا. الا احنا بس عم نرجع لورا. حتما فيه مصلحة ضرورية لدى الطرفين لانه هذا الاتفاق لازم يمشي. بس على كل الاحوال معنا ستين يوم لاختبار النية. لانه من هذا الى ستين يوم بعد فتح السفرات. بعد لقاء وزيري خارجي. بعد بدء الخطوات. لا شك انه هناك متضررين كثر. لكن اعتقد انه طرفي المصلحة بهذا الاتفاق يريدون ان يسير هذا الاتفاق. بعدين فيه الراعي الصيني. هذا مش تقصيل يعني. الراعي الصيني له مصلحة مع الطرفين. فبالتالي سيعمل قدر المستطاع بان ينجع ما قصل في بكين وان يتطور. واعتقد انه لن يقف عند حدود ايران وسعودي. اعتقد انه سيطال دول اخرى. ربما قد تكون اولهم مصر. مبارك للمرة الاولى بيكثير في اجتماع بين وفد برلماني رفيع المستوى البحراني ووفد برلماني ايراني. لايطال نعرف انه كمان كان فيه قطيعة بين الدولتين. لكن الاحوال الامور لنا بنت اليوم. يعني الامور كانت تطورت جدا في بغداد. وانا من اللي اطلعوا على نص الجلسات الحوار اللي كانت عم تصير برعاية رئيس الوزراء العراقي الصابق مصطفى القازمي. كان في تقدم كبير. فكيف اليوم بالاحرى بهذا الغطاء الصيني الكبير؟ حتما في ناس متضررة. حتما اسرائيل متضررة. حتما الولايات المتحدة ما بتحشد اتفاق. لكن اكيد ما بترتاح كتير لما تشوف الصين حاضرة بعقر دارة. بعقر بداخل منطقة كانت تعتبر بيتها الداخل. طب حكيت عن امتداد هذا الاتفاق الى دول المنطقة. هل هذا يعني انه ستكون له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني؟ هيا اللي عم بيصيب بلبنان؟ الحقيقة المحرك الاساسي للموضوع هو الموضوع اليمني. يعني صداع تحديدا بالنسبة للسعودية الموضوع اليمني. هذا الموضوع يجب ان يفضل يا طريقة من الطلب. وهناك خطوات كثيرة. ليس فقط بين ايرانيين والسعوديين. هناك ايضا ما يحصل بين السعوديين والطرف وهنصر الله الحسيين. يعني مجرد انه تسير الاجتماعات بيناتهم. يعني معناتها للمرة الاولى باعترافهم كجماعة سياسية لهم دور. بعدما كانوا يصفون بانهم متمردين وخارج اللعبة. انا بعتقد الهم اليمني هو هم اول. حدود كبيرة شاسعة. وكل دائتنا بنعرف ماذا حصل عندما تخطط المعركة الحدود. ووصلت الى قلب المملكة العربية السعودية وقلب الامارات والهجمات على ارامكو. فمشان هيك كل الاولوية نحو هذا الملف. وبعتقد قريبا سيكون فيه خطوات نحو. خطوات نحو التوصل الى تهدئة الى تطوير الهدنة. واكثر من ذلك الى بناء الحكومة الوحدة الوطنية بين اليمنيين. طبعا فيه موضوع تاني لا يقول عنه اهمية اللي هو موضوع العراقي. حدود الكبيرة بين العراق والمملكة العربية السعودية. وفيه مجموعات مسلحة يعني الحج الشعبي مواصل على حدود السعودية. فبعتقد هذول الملفين لهم الاولوية. طبعا الملف البحراني بالنسبة للإيرانيين كمان كتير مهم. الملف اللبناني حتما موجود والملف السوري اكيد سيكون موجود. بس بالملف اللبناني سمعنا كلام مواضع انه فيه شروط على لبنان. يعني كلام وزير الخارجية السعودي كان عام يقول له ان روحوا حلوا مش لكم بحالكم. عزما عزما انه الملف اللبناني بين هذه الملفات هو الاسهل. لانه احنا يكفي ان نتططق بين بعضنا وبعض على انتخاب رئيس. لحتى دخلنا عتبة تغيير الحال. مش تحسين الحال لانه بدنا كتير تنحسن الحال. فالملف اللبناني سيكون من ضمن اجندة العمل. لانه السياسات ستتغير. يعني اكيد اليوم بالرايح تغيير السياسات سيطرب تعاطي من نوقوها المحلية الصديقة لهذا الطرف ولذلك الطرف بتغيير لغتها تجاه واحدة وبعضة. يعني اليوم حتما لان سياسة الدول الكبرى تغيرت المعنية يعني بالشأن اللبناني. فبعتقد لغة التخاطب ولغة الخطاب كمان. لحتى تغيير بين الافريقاء يعني. مثلما السعودي تعاطى مع الفوسيين في اليمن واعترف فيهم وجلس معهم على الطاولي. انا ما بستغرب كمان في لبنان مثلا ان يكون هناك لغة اخرى بين السعودية وبين حزب الله. فلذلك انا باعتقادي مجرد الاتفاق وان شاء الله يستمر هذا الاتفاق. يعني معناته انه امور كثيرة يمكن ان تنجلي او تتوضع. يعني حتما حتما هو لفاديت هذه المنطقة. بس حسب قراءتك انه هذا الامر مؤجل ما هيك ما انه هلأ رحيت. اولا فيه ستين يوم اولا فيه ستين يوم. لا هادي ستين يوم اختبار ضيبان. ما رحلت فيه حدا اللي اعتقد فيه المواضيع. يعني من هلأ لأهيار بعتقد ما ممكن حدا يتكي بالمواضيع. بعدين علينا انه ما ننسى الملف اللبناني فيه فيه الطرف اساسي بين الخارج عنده باته. اللي هو الامريكاني وتكفي واللمرة الاولى تكفي قوة محلية انه تعارض لحتى الممكن تعطل لك الاتفاق لانك. كلا يتنا نعرف ان الامور في عنا عطوة النقطة. اذا ما قدرت جبت ال85 لتنتخب رئيس وبالتالي الطرف واحد بيقدر على الامر. لكن اكيد اذا ما تغيرت الامور وانجلت بعتقد حتى هذه الامور الصعبة اليوم بتبين بتصير سهلة بعدين. نتذكر كلها الاتفاق الدوحة. خمسة دقائية اتخى قرار لانتخاب رئيس الجمهورية. الصحافة والمحلل السياسي استاذ امين المضي يبدأ تشكرك على هذا المداخل. يعني بدك تسويه جديد يا عميد. بس بدك للصراحة. أنا لما نعمل هذا الاتفاق طلع فجأة بالسوق. بالسوق. طوشونا بالتحليل. ايه. التحليل المنطقي المبني على رؤية استراتيجية علمية هو اول واحد سابق من امين. حتى تكون دقيق بالتوصيف. بس انا بعد ما خلصت من رئيس الجمهورية. ايه با اكيد وانا ما خلصت. خلق من بعدين ما نفوت على الاتفاق. لا عم بتأيده لا استاذ امين ابن بيروت. لا لا. لا. لانا سيفوه خيطلع ونظر. امين رفيق نضال. امين رفيق نضال عتاء. امين. ومن الاحترامهن كتير مش شوية. امني. ان شاء الله يتضل رفيق نضال. لا اكيد. بعد ورفيق نضال. لا اولي السوق. لا 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 لا. احنا المقاومين. المقاوميين العرب. اخدنا اخدنا صفة مقاوم ما حدا ينزيد احدا. اخدناها بالدم. انا انا وصفتي كالمقاوم اخدتها من المرابطون. اللي قدمنا والتشهدنا. ما حدا ينزيد علينا. صحيح. مشان هك لما عم بحكي انا عم بحكي منطلق وطني. وانيس من الرفاق اللي كمان اخدوا صفاتهم بالدم. ما حدا ينزيد على حدا. مشان هك هدا اللي عم بحكي. طيب. رئاسة جمهورية. طيب. انطلاقا من صفتي كمواطن. لانه هلأ بلش يجينا انه كم نايب عندك ومثل اهل ستلين وكم. لا اوكي هلأ اودي. انا عم بحكي بعرفة. اكيد. هيدا حكي العقل اللبناني. انا رح اطرح مشروع. خيالي حق المواطن. كلكن عم تزدتوا خبرية. مشروع شو؟ مشروع انتخاب الرئيس. افضلنا هاك. اول شي لازم المسيحي يوقفوا اي تعاطي مع المؤسسات. خيال. عملوا عسيان مدني. بتقلي لي المسيحي بقوله لانه غيره مبسوط بالجوة. من عدد طبعا. اه بس. بس في قادي مسيحيين عم بقوله. ما تعتبروا انه القضية قضية مسيحية. انتخاب رئيس جمهورية قضية وطنية. لا انتخاب رئيس مجلس النيابة كانت قضية قضية شعية. بالاول بعدها من هون. هل مطلوب يا جنرال. رئيس الوزارة لما ضعفوا السنة. جابوا لنا نجيب مؤاتر. ما تتخاب ما نتحت راسنا بالرمل. بالطراب مثل النعامة. لا قضية مسيحية بالاول. ومشان هيك هلا بتشوف مشروعي انا اللي طارق. طيح خاننا اخد بريك اعلاني. وراح نستمع بيه تمعون الى مشروعك المتعلق برئاسة الجمهورية. كنا وصلنا الى مشروعك. شو المشروع اول شي تدعو المسيحيين الى العصيان المدني. اكيد. وما بقى حدا يقول لكم مرفع عام وهذا. لانه ما بقى فيه لا مرفع عام. وما بقى تعدوا تكتبولي وتتدحك وتتمسخروا عنه الدولار 1000. عاب 100000 ومن دي العداوه الى 150 عاب. عاب هدا هدا. هدا متل انت حكيت كلمة مهمة. اعدام جماعي للشعب اللبناني. وبعدهم انتو طليعة. خيه انتو طليعة بالبلد. باللبنان مش طليعة. طليعة مشرقية. بس كنتحظوا على البلد. يا مسيحية لبنان. عم بحكيها فعلا. ومثل ما برجع رد على هولي. لانه هولي عم شوف. انه كم نايف. انا بشرفني لما يكون عندي ولا نايف. لانه يحني. شوفوا الكتل. مثل ما قلت لكم تحت الدعوة سي. بتجارب انجاب. انجاب الرئيس جمهورية لبنان. انا ما قالي الشرف الدعوة. اكتر من هيك رح قللك شغلية. الفرنساوي عم يحكي مع طرف او طرفان. والفرنساوي عم يحكي باسم هايدي الدكاترة الخماسية الويصاية. عم يحكي مع طرف او طرفان وما عم يسأل عن حدا تاني. ويسترجع حدا يقول لا لا اقلهم عم يحكي. مع اي طرفان عم يحكي. عم يحكي مع حزب الله اكيد. هذا اللي همه. وهلا بناء. ايه. هو ايه هيكي. بتكتك. هو الفرنساوي بس اللي عم يشترك بالبيت. بتكليفه من الويصاية. بس هو عنده ازا بدي تقدير خاص. لذا ايس نجيب ميقاتي. عنده. تقدير خاص. ممكن ياخده على الحبط. يعطينا يحصلنا حقه من. شو بدي ايه. ما حدا عنده تقدير خاص. بس شو مكرون. عقوباتها. عقوبات ولا ما في عقوبات. لك من لا مصرها. طيب كمل لي. انا امطلاقا. ما عندي ولا نايف. بس ما قالي الشرف تكون عندها. خلص انت مثل ما قالت انا مواطن شغيرة. اكيد. حكومة استثنائية لمدة ستة شهر. طالما انتو عم تخرق الدستور. اذا فيكن شرف. وقلا تفرض هذه الحكومة بالشارع. تتألف بالشارع. علي بتقلي رومانسة. وشفنا الثورات وهذا. ما بتعرف ديناميكية الشارع كيف تحرق. يا بالشارع. يا اما انتو تلقائيا يا مجموعة طغمة الفيدرالية المزيدة وتوافعة. اعملوا حكومة اذا بتكون تقلصوا وما تتبهدلوا. اعملوا حكومة. استثنائية بصواحيات استثنائية. اوكي. لمدة ستة شهر. بيعبر رئيس مجلس النواب ما بيعبر. اعملوا حكومة. اه اوكي اوكي. طيب حكومة. حكومة ع ستة شهر. ع ستة شهر. شو مهمتها. انتخاب رئيج جمهوري. فقط. كيف. مش بهايدا المجلس النيابي اللي مش مينع حاله بعدنا عم نحكي. من الشعب بالاول بينطرح اسمان مع ترشيه من الشعب. بتقلي هلا عم بيحكي. رمان شوفت موجهك التعبير اللبنانية. انو خيلك شو عم يحكينا. لا بعد بعد. بعد ما عبرت. لك شو عم يحكينا. بس هيدا الباب. بتنتخبوا. اهلنا المسيحيين. هلا بتقلي انت عم بتقصن. ما بدنا مرحلة انت ليا نخلص. بظلهم يقولونا بنا نخلص من الطائفية السياطية لعلها بيزايدونا. المسيحيين بينتخبوا. من كذا اسم. اه. بينقوا اثنان. ايش. بعد ما ينقوا اثنان. منروح على الانتخاب الوطني من الشعب. كمان من الشعب. اه. بس اهلنا المسيحيين. بينتخبوا. من مجموعة مرشحين. مش انتخبوني. انتخبوني لقلكم كيف بدي اعملكم بلد. مرشحين على برامج واضحة. بينتخبوا اثنان. هؤلاء اثنان. بروحوا. بتقدموا. للوطن. بتقلي انت عم بتقصن طائفين. لا. بقى اني انا انطلقت من نقطة. انا ما ام نائد حالي. انطلقت من نقطة. انو هذا الوطن اللبناني. يعني مركزيته ونقطة الارتكاز اساسه. المسيحيين. بس هده عم تغير الدستور. عم تغير الدستور كليا. يعني. خليها ده الدستور. لا صرنا بغير الدستور. انشاء الله ما بيبقى ولا زاوية. هم. بحال البلد. ازا هك. لا بيتغير الدستور. ولا بدك تخلينا ندخل برئيجة مهورية. ولا. وبدك تربطنا مع. مع كل شي في امم بالعالم. طي. انا عم بعطي. ازا بدو يظهروا. علا ما بدو يظهروا. بدو الشعب اللبناني يضلوا. شو بقدر اعمل. قال جوجو اروي. مش الحق على الحكام. الحق على الشعب اللبناني. اللي بيقبل يكون معكم. هو هو شريك بالجريمة. هدي كل مرة قلتلي. يعني الشعب اللبناني مجرمتلك. لا مش مجرم. بس هذا الوقت. طيب خليني بعد عندي سؤالين. لانه الوقت دهامنا. سؤال الاول يتعلق بزيارة رئيس الحكومة. الى الفاتيكون. برأيك يعني. رح يظهر فيه نوع من انواع. الحراك. شو رح يعمل. باسم مين. لا رايح باسم السنة. ليه بطلي مسل السنة. مين انتخبه شوف ان هو بالسنة اللي انتخبوه. هو رئيس حكومة. بخير رئيس حكومة بس خير. ساعة بنعمل رئيس حكومة. لتلك بردائي هلا بترجع. رئيس حكومة. كم واحد كم كم نايب سنة اتخبوه. بدي فوت معهم هاي. هني بديوا يحكوا طوافة وزيارة. انا بدي احشي طوافة وزيارة. رايح اتمثل مين انت. رايح يمثل لبنان. ما ايا لبنان. هو رئيس حكومة لبنان. ايا لبنان الميت دولار. لبناني الجائعين. لبناني المستشفيات يفوت. ايا لبنان. وين مؤسسات البلد. بعدني عم بقلك بيفوت العسكري عن ضبط الادارة بيقبض مئة دولار. من امير قطرة او من المؤسسة طبع. بتقلي بعد في لبنان. يا عمي لبنان لبنان. شو لبنان. عادي اعم تكذبوا بلبنان كمان مش انت يعني. ايه الطرف اللي اعم نحكي انا. يمثل لبنان. شو رايح تعمين. ما اعرف اذا ياخد العيلي كمان. بلك عنده حراك رئاسي. حراك رئاسي. حراك رئاسي اللي هو بلو. اللي هو ايدو. هو تحت الدعس. هاي دي الخمسية دعسة. هو تحت تحت الدعس. نجيب مئاته. هي على الفاتيكان. شو رايح تعمل. لك لازم الفاتيكان لازم المسيحية يشتغلوا ما يستعبلوا البابا. اذا في حدا عنده شرف. روح تخبر رئيجة امورية. عالشو. كل ما يستقبل حدا بيعمل بيان. وعلينا انتخاب رئيجة جمهورية. طلع من الصراي. قول انا ما بنزل على الصراي لتنتقبوا رئيجة جمهورية. هيك بدي يصير الحاج. عم عيد ساعاتها بسيد. ما في رئيجة جمهورية وما في حكومة كمان. احسن. اللي هلأ شوف فيه. فيه شبه حكومة. عم تحاول تشتغل. قليكن هيك. بتوصلوا للأضرب. هاي دا الحك اللي. لبنان هي. ومرقوها. الجمهورية كمان. بتخرب بقية المؤسسات. لا. بتخرب الحكومة. بوصل البلد للاستنزاف. وللشعور بالغبل. يفل كل ولادنا برات لبنان. قلتلك هذيك مرة يمكن ببرنامج تاني. عاملوا استاتيستيك بالجامعات. مجموعة تكترة. يمكن عندها. من الطلب المسيحية. مع انه كل اللبناني عم تفلو. اللي بيتخرجوا من الجامعات. بيبقى بلبنان 11 بالمية. والباقي بفل. هيدا بلد. هيدا البنان اللي بدك يقدو. بدنا ممشي الحال. واذا بدنا نظلنا نقول مشي الحال. بيقدو طالما الحرب الاوكرانية الروسية. وجيم لانه نصير تسألني عن قدم القضايا. مضرطة بعضة على صواريخ كيم جونج اون. كميلان. تضغر كل العالم. كون يا شمالي. ما فينا نظلنا نقول هيك. بدو يصير في شي. بالطريعة. طالما انتم قصمين بلد عبتلعبوها طواف وماذاة. بالطريعة. بالهزة. المسيحية لبنان. اللي هاني مش مستوى لبنان. مستوى المشري. عبد الناصر كان يقول لو ما في لبنان اختراعنا لبنان كرميل مسيحيته. صحي. طيب موضوع تاني. هذا مش شعب. اي بعد. موضوع تاني بدنا نحكي عنه انه اليوم كان يتوقع الاستماع الى حكم مصر في لبنان رياض سلامي. ثم تأجل لانه قدم نوع من انواع الدفوع الشكلية. مان قبلت. بكرة بدو. هل هذا يعني انه معقولة ان يبدأ عملية. في قصة اخطار. تنظيف. انه ما ينزل. بس يعمل قلب فوق. كرمال السيادة الوطنية. اكبر عميل. خريج الميرلينش. عميل. عميل خرب البلد عن صاحب التصور والتصميم. او كل الطغم الحاكمة. الطغم غطيته لانه دفع له. هو مثل ما بقول انا. هو دفع له او البعض بقوله. هو منفذ لارادته كمان. هو حجر الاساس عبدان. هو الاسكى بيناتهم. الاسكى. في اتنان اسكى يا بلبنان. ومرة معك قلتلك اكتر منكحة انا استغربت. في اتنان اسكى يا بلبنان. فقاد السانيور ورياض سلامي. والباقي اللي بي. هاو اتنان اسكى من نبيه بري. بكتير. هو اللي بكتير. بكتير بكتير. نبيه بيضبط العوضاع كذا. الاستاذ نبيه. بس هولي. ارتباط عميق. رياض سلامي بقرار. بقرار. قدى الى هذه الفوضى والقرار في لبنان. بقرار. طب نحن. انه يعني هلقدي غشما. الحاكم بصر في لبنان. اللي يعتبر مثل ما اعتدلك. الاقنوم التالت. الزراع. زراع الحكم المسيحي. ما بدي اقول الاوي حتى ما يزعلو. المتين. انه نجيب اسم جديد. يصير. يوصل البلد لهون. وبعدين القصة مش قصة اختلاف. وشركة فوراة. طبييد اموال. وخوض هالرقم. تسعة مليار دولار. لو وصلك لاسيكتين عنو هاي طغمة العصابة المذاهب والميليشير. طواقف والمذاهب. تسعة مليار دولار طبييد اموال بلبنان. هيدا الرقم مش من عندي. روحوا نزالوا على مصر في لبنان اذا فيه بعد لجنة مدرمين. يجدة الرقابة على مصر. واستاذ علي ابراهيم النائب المبجر القاضي المبجر. هيدول كلهم. تسعة مليار دولار. قصة تصدق هالي اللي لقطوهم. تسعة مليار دولار احزاب. احزابها. وكوة سياسية. كله عم ببيض اموال. بشركات التأمين. هل يقول لي هكذا تضربوا القطاع الاستصادي اللي ببنوكي. لابدكم يا حيون. مستقلين عنكم. لأن كل حراميين. شركات التأمين. هذا طبعا فيه شيء آدمي. تقوم ب aiPS؟ غير الاحزاب والقوة. شركات التأمين. جامعات خاصة. مباني. موبيليا. كله هذا كله. تسعة مليار دولار. الدولار بمئة قال. بيفوت اللبناني اللي بيطلع بالسوبر ماركت او بالدكان يهي هالقدي صارت بيحطه بيروح بيدفع وبيظهر ما حدا نزل حال الشارع لمعطرين المواصفين والمتقاعدين هالل عطرين نزلوا كرميل ستة سينت وما نزلوا هالك هيدرون نسمع ما اقول لك انا ما عم بحكي كلام وروحوا البدكنية تسعة مليار دولار تبيض اموال ومقصمينها اوكي انا كنت سألتك انه برأيك هل رح يصار برأيك هل ما صار القضاء الى مكان ما هون لا ما رح يصار مبين الخضار معنصة بس قال شو قال السيادة قال الكرميل السيادة لك ملا مصخرة رح احكيها بتعرف الوضوء الوضوء باب والصلاة صح بينقضوا في اشي بينقضوا من اخراج للقاق بينقض الوضوء في واحد مسيحي قاعد مع مجموعة الانسلام اجا وقت الصلاة هلأ كان قابل طالع صوت وما عارفوا من مين قاموا كلهم واقفوا ما حدا نتوضى من جديد كله واقفي اللي يصلي وهو المسيحي ما عامل قاموا واقف معهم للصلاة قالوا يا ابو حنى شو دخلك انت بالصلاة قالوا لكن انا اللي عملت بايحكوا عن الفساد والافساد كلهم بل فتش مين اللي نقت الوضوء مع انه عابي حكيها بس كله مشان هاك تصور الرياض سلامي عم يحكي عن السيادة الرياض سلامي ما انه متهم بالسرقات ولا متهم بالاختلاص الرياض سلامي طبيض اموال لمصلحة واللي بيحميه وعلى راسه نجيب مئاتي وبياخد قروض من الاسكان من عنده مسهلة والعالم شحرة مش قادرة تفتح بات بيكون حتى ما يقوله شريك بالطبيض بيكون حامي اللي عم بيبير طبيض ما في اختلاص طب حكينا عن الحل بالنسبة الى رئاسة الجمهورية الحل بالنسبة الى كل لبنان برأيك هل انه يرجع ينزل الناس الى الشارع لا انا ولا غير بقديري نزلون بب بس هلا هلا هيدا الحل يعني كمان في كتير ناس عم بيقولوا انه ما هزا الخنوع ما هزا الاستسلام يعني اللي صار فيه ديناميكية شارع ما انا شرحت لك كيف الحكم بدك حكومة استثنائية بالبلد ما بقى ينفع انه هايدي الحكومة تصريف اعمال ومجلس النياب بيشرع ولا بيشرع وعننا 62 صوت لحوا مطلعوا لأ 64 هايدي كلها من من الطغم الحاكمة بدك حكومة استثنائية بالبلد يا هني الجماعة تحت الضغط بيقتنعوا بيصير بس الضغط جدي مش متل اللي يصال انه يا مصيرهم بدك يا بيروحوا الى حكومة استثنائية تجد الحل خلال 6 شهر مش انه تعال بيحطوهم برنام لازم تكون حكومة مصغرة كمان ومصغرة هيدا المهم ما يعدوا 30 واحد لا وبتعلن نعمل قضاء الجديد وما هيدا لا 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 شغلاتها تعمل رئيس جمهورية وتفوت على انتخابات نيابية جدية بيعلون جدية بس الآن بس تنوصل لهالحال بدك دفع شعبي ياللي للأسف منه موجود هيدا اللي عم بقوله يا دفع شعبي يا ما يقتنعو هال هلأ بالمعلمين تبعون اللي عم يدعوصوهم بالخماسية قلونه خلص انتوا قلص دورك الروح عملوا حكومة استثنائية لأما يحسوا انه مصيرهم هيدا هيدا اخي السؤال يعني ما معقولة انه ياللي عم بيدعوصي الويصاية اذا بدنا نقول او لجنة الخامسة انه تطلب هذا الامر او تطلب امر مماثل لحل لحل الازمين هلأ دايما بيزعلوا مني بدك رأيه فيه سحسوح من برا حل داخلي ما فيه فيه سحسوح خارجه سحسوح انه بيزعلوا مني انه انا بقول سحسوح انا عم قول انتوا والسحسوح كتير عليكم سحسوح من برا حل داخلي عم نشوف شو عم بيسي العميد مصطفى حمدين بدك اتشكرك على هذا اللقاء كمان على صراحتك مثل عادي لا 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 ما حتينا عن الاتفاق الايراني بسيطة ماذا جيب بيكون تبلور مثل ما قال سميلنا امين انه بس ابدالوا لعالم محللين عمالكن انتوا لا شي نتينج ولا محمد بن سلمان ولا ولا الرئيسي رؤوا شوي غلطا باللبنان عمالكن كمان بدأت شكر اصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة مع وليد عبود طبعا اللقاء يتجدد الاربعاء المقبل تصبحون على الف خير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة